الله تكمل عفية إن شاء الله رح نحكان موضوع مهم جداً اللي هي قاعدة F-Close Type 3 أداة الشرط الثالثة نفس ما عودتكم في السابق رح نشرح كل ما يتعلق بهذه القاعدة بالتفصيل حسب النمط الوزاري الجديد رح نتطرق ونناقش جميع الأسئلة الوزارية ورح أعطيكم بعض المعطيات اللي إن شاء الله من خلالها رح تتمكنوا تتعرفوا إن الحل رح يكون على Type 3 في المتحال الوزاري قما بلش حاب ذكركم لا تستدعمونا القناة في اشتركاتكم ولا تنسوا أظهر تعمل شر لجميع زملائكم خلوا كل يستفيد وتعمل فائدة خلينا في البداية كالعادة منبلش في المسميات لهذا Type أول شيء يا بنيجي نحكي له المتعارف عليه F-Close Type 3 أو بسموه The Third Conditional أداة الشرط الثالثة أو هذا المسمى اللي هو يدول على الاستخدام اللي هو إيش Past and Real Conditional Past and Real Conditional يعني أداة الشرط شماله لاحظ Unreal غير حقيقي غير واقعي في أي وقت اللي هو في الزمن الماضي في الزمن الماضي ولاحظ الاختلاف ما بين Type 2 والType 3 اللي هو في الزمن في الوقت هناك Present هنا إيش Past وكلاهما إيش Unreal غير حقيقي غير واقعي يعني لا يتحقق طيب كالعادة نيجي نأخذ الفكرة العامة عن الـ Structure والفكرة العامة هون هي رح تساعدك إنك تميز إنه الحل يكون على الـ Type 3 ليش يا أستاذ؟ لاحظ الـ Type هون Type 2 و Type 3 ما عنا بداء إلا F ما عنا بداء إلا F إذا بحب أذكركم إحنا في الـ Type 0 حكناك لما تشوف وين قطعاً بيكون إيش الحل على الـ Type 0 لما تشوف Provided That لما تشوف As Long As لما تشوف Unless قطعاً بيكون الحل وين على الـ Type 1 بينما لاحظ الـ Type 2 و Type 3 ما عنا بداء إلا F في هاي الحالة شو رح نتمكن أو شو هي الطريقة رح نستطيع من خلالها إنه نميز الحل إنه مثلاً Type 2 و Type 3 حكيت لكم بدنا نمسك الـ Structure بكل حذفيره يجب أن نمسك إيش الـ Structure نمشي عليه بكل حذفيره هي هاي الطريقة الوحيدة ولاحظ مع إنه إحنا مثلاً ما عنا بدائل ولكن تمييز تمييز الـ Type بيكون سهل جداً في Type 2 و Type 3 خلينا نأخذ كالعادة اللي هي الفكرة العامة F إذا أجت بداية الجملة ووسط الجملة حكينا إذا بداية الجملة اللي بتكون عنا الكومة الضرية ولازم إنه نضحها طيب تمام F-Close في شق F نتعامل مع أي زمن هون بالـ Type 3 مع الـ Past Perfect يعني هاد زائد فيرب 3 دائماً خلص هاد زائد فيرب 3 أما في الشق الآخر ريز الـ Close لاحظ هاد بتكون إيش نتعامل مع Would Have زائد فيرب 3 Would Have زائد فيرب 3 يعني بدنا نسمي الشق هاد بنسمي إيش شق Would Have Would Have تلقائياً شو لك تحكي فيرب 3 إذن بيميز الخنيجي نحكي الـ Type 3 الـ Type 3 اللي هو باستخدام الـ Verb 3 الـ Verb 3 إذن بيضل عنا إيش إنه إحنا حكينا شق F هاد زائد فيرب 3 طيب تمام الشق الآخر بنسمي Would Have شو بديجي بعد Would Have Verb 3 فإذن بدك تمسك الـ Structure بكل حد في رو وأنا تكلمت إنه في Type 2 لا تجي تحكيلي Would شق Would لحاله لا احكي Would زائد Verb 1 بيس عشان نقدر نتمكن إنه نفرق ما بين Type 2 والـ Type 3 طيب بينما إذا أجت مثلا F وسط الجملة حكينا إنه F تأتي وتحل محل الفاصلة والفاصلة بنحذفها ونضع شق Would Have في البداية يعني ما اختلف إشي Would Have زائد Verb 3 وعننا هون إيش بكون شق F نستخدم فيه الزمن Past Perfect لهو لها زائد Verb 3 عشان نمشي بسرعة ونحكي عن اللي هي الجمل الجمل أول شي نبلش في الجمل المثبته حكينا لاحظ شق F شو بده يكون فيه Past Perfect يعني هات زائد Verb 3 الحلو في الموضوع سواء Subject كان مفرد جمع I شو مكان ما في هاي التعقدات تصريفات خلاص كله نفس الإشي هات زائد Verb 3 شق الآخر Would Have زائد Verb 3 مع الكل تمام فالعملية بسيطة التمييز رح يكون بسيط لاحظ هون مثلا هاد هاد نضع هاد اللي هي ايش من ضمن الـ Structure والتصريف الثالث من هاف شو بكون هاد لاحظ هون نضع هاد في البداية اللي هي من ضمن الـ Structure والتصريف الثالث من Study اللي هي Studded طيب تمام هنا لاحظ ننيجي نتعامل مع Would Have كأنها وحدة واحدة وحدة واحدة بكتج واحد يعني بتيش تحكي Would Have بعدين شو بعمل إذا كان فيه فعل بدي أصرفه بصرفه للفربي 3 زي ما شايفين Move Moved هون نفس الإشي حكينا Would Have هي وحدة واحدة بكونوا مع بعض ودي أصرف الفعل مثلا Pass بصير إيش Passed زي ما شايفين إذا هون بحكي لك If I had had money I would have اللي هي Moved أوي If she had studied لاحظ She would have Passed The exam هاد الحكي Unreal في الماضي عشان يكي بيحكوا عنه imaginary يعني خيالي بكون خيالي يعني من وحي التخيل بس أنا بتخيل شغلي في الماضي تمام ولكنها Unreal مستحيل إنها تكون أو تحصل عرض الواقع هاي في حالة إيش ال Affirmative statements طعم لو بدنا نروح لل Negative لاحظ الأفكار نفسها من خلال فهمي إلها نفسها بتكون متكررة يعني لاحظ أنا عندي مثلا Past Perfect شو نفي من Past Perfect بنفي ال Had شو بدأ تصير هاد انت بس هاي كل فكرة Had not يا بتحكي هاد نت أو اختصار او أنا بفضل نحكي دائما هاد انت ونضع إيش الفيرب 3 هون نفس العملية لما بدي أحكي أنفي اللي هو شق Would have شو بدي أنفي بدي أنفي Would شو بدأ تصير يا بتش تحكي Would not أو wouldn't وأنا بفضل دائما مع الاختصار wouldn't فبنصير wouldn't have بعدين إيش الفيرب 3 لاحظ كيف الأمثلة If you hadn't هاي من ضمن الاستراكتشور ومن ثم إيش بضع إيش التصريف الثالث hadn't اللي هي من بي بين If you hadn't been late you wouldn't have لاحظ wouldn't have نجي نضع الفيرب 3 من ماس إيش هي ماس طيب هون نفس العملية ذا بس طبعا هون If we hadn't gone هاي من ضمن الاستراكتشور والفيرب 3 من جو شو هي gone to the party we wouldn't have لاحظ wouldn't have حكينا وحدة واحدة تضحى ومن ثم إيش منصرف مثلا فعل meet لإيش mate them تمام للفيرب 3 هاي كل الفكرة بينما مع جملة الاستفامية كله نفس الأفكار لاحظ مع جملة الاستفامية عادة ما نبدأ بشق إيش would have يعني نبلش بالresult close بالresult close تمام اللي هو إيش شق would have شو بدي جي بعد would have verb 3 تلقائيا إذن بميز الستركتشور عنا في type 3 اللي هو إيش الفيرب 3 رح تلاقي دائما فيرب 3 بس دائما نعتمد خلص شق f اللي هي had زائد فيرب 3 هي قد تحكي هاد عشان ما تنسل هاد هاد زائد فيرب 3 وعنا شق result close اللي هو شق would have زائد إيش فيرب 3 لاحظ result close مع الأسئلة اللي هي سأنا questions هاف لاحظ هاف إذن السبجكت يفصل ما بين would وهاف هاف ومثل بضع إيش الفيرب 3 هو نفس العملية would you لاحظ هون هاف بعدين إيش الفيرب 3 شق if بتصرف معه لاحظ كأنه عادي ضمن جملة عادية باجه بحكي if he had had money أو if you had known about it بس هاي كل فكرة يعني بتصير would he have طبعا من التصرف الثالث من leave ايش هو left would he have left if he had had money لو كان لديه ايش المال بيش بقولك would you have told me if you had known about it لاحظ كيف اذا هون منتعامل شق if كأنه ايش جملة عادية هاسا الشورت انسر مش مطلوبة منك بس من الافضل داما انه نعرف لاحظ كيف بدي اجحكي بدي اجاوب في حالة الافيرماتيف بتحكي ياس طبعا بنحط السبجكت اللي هي اي هي الى اخره شو ما كنا نحكي تمام I would have طبعا would have نفس ما حكينا هاي واحدة واحدة واذا بدي احكي في حالة النيجاتيف بحكي no I wouldn't have wouldn't have طيب اما من ناحية لاحظ الwh الwh questions تمام بكون عادة نبلش ايش السؤال wh word ولكن هو نفس الترتيب الى اخره لاحظ مثلا what نضع would هاي بتكون would لاحظ في البداية يفصل بينها وبين have ايش فاعل هاي الفاعل you لاحظ have done if وهون بكون ايش حكينا هو زكينا جملة عادية if you had had money فبصير ايش what would you have done if you had had money هاي كل فكرة تمام ننتقل لهسة بعض المعطيات لازم نتعرف عليها في هذا التايب وهو مهم جدا اول ايش بتحكي عنه contractions هس احتمالا انك تصادف في المتحال الوزاري تمام contractions ايش هي ان contractions اختصارات اختصارات طبعا احنا تعاملنا بالاختصارات ضمن structure يعني لما ايجي قلتلك بدل ما تيجي تحكيلي had not hadn't هاذو منسمي ايش contraction لما اجي احكيلك would not wouldn't وهذا شو منسمي contraction اما هون لاحظ حابة اتطرق لبعض الامور اول شيء وشيء مهم جدا لما اجي بدي اعمل contraction لhave هس منيجي نحكي would have انا بتكلم عن ايش هسا عن قضية شق would have would have تمام سواء بالمثبت والنفي هسا would have حتى في حالة المثبت جملة المثبتة يجوز اني اختصرها لاحظ شو بتصير would have would have زم تشايفين اذا بختصر الhave كيف نضع apostrophe اللي هي الفاصلة ومن ثم ve ve اذا هاي would have اختصار لايش would have الامر الثاني لما اجي اختصر اللي هي في حالة negative would not have اتكلمنا عنها في structure اللي هي شو بتصير wouldn't اذا would not بدتصير ايش wouldn't ومن ثم نضعها طيب هاي امر بسيط في البداية بينما هسا في شغلة ثانية ايضا هسا في حال لاحظ صادفة apostrophe ودي اللي هي apostrophe ودي يعني فاصلة هاي الفاصلة بسموها هاي الفاصلة هاي بس ايش منسميها apostrophe تمام التي تأتي وين على الكلمة apostrophe ودي لاحظ ممكن ان تدلع امرين be careful اما ان تكون اختصار لود او اختصار لحد اذا هاي الابوستروفي ودي هي اختصار لامرين وهذول الامرين موجودات وين بنفس الستركتور تاع الجملة لايش للتايب ثري عشان نعرف نميز الامر بسيط بس انا بحب اتطرق لكل هاي المعطيات عشان ما تكون ثغرة تقع فيها خلال الامتحان الوزاري لاحظ حكينا الابوستروفي ودي يمكن ان ايش بتكون اختصار لامرين يا ود يا ايش يا هد كي بدي اعرف لاحظ اذا كان هذا الاختصار لهو ايش في شق يكون اختصار لهد باختصار لاحظ شفت كيف يعني موضوع بسيط اذا كان هذا الاختصار الابوستروفي ودي وين في شق لانه احنا اي زمن اللي هي هاد زائد فربي ثري الاس بارفكت اذا شو بدأ تكون اختصار لهد اما اذا كان هذا الاختصار لاحظ في شق ود هاف في شق ود ف رح يكون اختصار لاحظ لاحظ هون مثلا الجملة ممكن تجيك زيك جملة if i'd known you were in hospital i'd have لاحظ visited you طيب ماشي استاذ في عنا هون ابوستروفي وعنا ابوستروفي كيف بتعرف لاحظ كيف ممكن هاد الشيء يربكك نوعا ما في تحديد انا متعمد ان اطرق لهالموضوع انه في تحديد التايب الاشي الوحيد اللي راح نمسك فيه في تحديد التايب 2 و 3 هو الستركتر تمام فهون لاحظ كيف بدي عرف اشي بسيط لاحظ هون في عندي verb 3 عنا هون have و verb 3 معاتوا احنا متكلم عن type 3 طيب هاي اختصار لايش مدام بشق if شو بتكون اختصار لايش لهد ومدام هاي في شق would have معاتوا اختصار اجت وين لاحظ في شق if بتكون اختصار لايش لهد شايف واذا اجت في شق would بتكون اختصار would have طبعا في شق ايش would have بتكون اختصار لا would هاي كل الفكرة طيب مروحس على افكار متكررة تكرت معنا في السابق اللي هي في type 2 تمام انه يجوز ان استخدم افعال مدرز اخرى بدل من would مثل ايش لاحظ could و might could و might وهنا هذا رح تشوف رح تشوف مثلا في سؤال التحويل موضوع could و might مهم جدا يعني رح نتطرق لهم تمام انه مش انه رح تغيب عن ذهن الوزارة لا الوزارة كانت تجيب اسئلة وبدو اياها في could وبدو اياها في might الى اخر فهذا الشي مهم جدا اذا يجوز ان ايش نستخدم افعال مدرز اخرى بدل من would مثل هذا الافعال ايش هي could و might يعني يا could يا might طب could مع ايش بستخدمها حكينا للدلالة على القدرة نفس الفكرة السابقة وحكينا might للتعبير عن الاحتمالية ولكن انتبه للstructure انا صحيح اني بستبدل could ب would ولكن structure هو hood يعني structure يبقى كما هو كيف يعني انه could بيجي بعد يا have هيكلها واحدة ومن ثم verb 3 هيك دا كتش تحكي نفي نفس الاشي couldn't have بعدين verb 3 might نفس المبدأ لاحظ نتيجة واحدة واحدة مع ايش مع have يعني might have بتصير ايش عنا شق اسمه might have زاد verb 3 فاذن انتبه لموضوع structure انا صحيح بستبدلها بwould ولكن هي نفس structure would have يعني could have يعني might have زاد verb 3 ننتقل هس لفكرة انا طرحت في البداية حكيت عنها وبيدي ارجع نوه عنها اللي هي فقط كلمة if تستخدم هذا النوع من اداة الشرط طبعا هذا النوع والtype ايش ايضا type 2 انا اتكلمت عنه في الشرح والtype 3 ايضا فقط نستخدم ايش اداة الشرط عندنا ما عنا احتمال لاخر ادوات اخرى تمام زي ولا يجوز استخدام اي من هذه الكلمات اللي هي when provided that as long as unless لانه هاي الامور بتدل ع ايش type وين تدل ع type zero تمام وعن provided that as long as unless تدل ع type one ف بكارفول بكارفول اذا فقط if عشان هيك حكيت لكم نمسك بال structure بكل هذا فيرو يعني طلع هون مثلا طب ليش استاذ انت برضو طرحت هاي الفكرة هس راح يكون في عنا شرح شرح اللي هي منسميها لل الادفرب هذول طبعا الادفرب clauses تمام ايش هم الادفرب اللي هم هذول كلمات when provided that as long as unless في عنا كمان even if زي ما شايفين وفي عنا if في نفسها هذول فيهم شرح مستقر راح يكون تمام لان الوزارة بتجيب عليهم سؤال انا ماتا بستخدم هاي وهاي وهاي في لهم معطيات ناقشناها في كل تايب بس راح ناقشها بالتفصيل اكثر كمان تمام ورح يجعلها سؤال فعشانك انا عشان اريحك انت لما تيجي تشوف مثلا جابوه لك في الامتحان الوزاري جملة على تايب ثري وعطاك خيارات مثلا if provided that as long as الى اخره تيجي انت تحكي تلقائيا مدام تايب ثري فقط هي جواب if عادة عن ذلك خطأ هاي كل فكرة تمام اذا هون راح يصير ترابط معلومات لما اجي اشرح اللي هو في الشرح اللي هو راح يكون ناقش هذه الكلمات اللي هي if when as long as وunlist شرح لحال لانه راح يجيكم سؤال مستقل عليهم طيب هون بنرجع للفكرة اذا فقط if type two type three فقط شو منستخدم اداة الشرط if طيب ليش يا استاذ لاحظ because you are discussing imaginary situations لانه انت اصلا بتناقش ايش مواقف لاحظ خيالية يعني نوحي خيالك هاي كل الفكرة تمام فهون لاحظ ما بصير احكي i would have bought that computer when i provided that it had been cheaper طبعا هاض اشي خطأ هنحط not correct طبعا خطأ هن فقط شو منستخدم f فقط ايش نستخدم f طيب ننتقل هسا عموضوع مهم جدا احنا بعد ما خلصنا يعني موضوع الفكرة العامة للقاعدة الاخر ننتقل لموضوع طريقة حل سؤال التحويل احنا في عنا سؤال تحويل وسؤال التحويل دائما بيجيبوه دائما بيجيبوه بدنا ننتبه على موضوع سؤال التحويل طبعا انا عشان تكونوا في الصورة مبدأ سؤال التحويل هون شبيه لقاعدة wish and if only شبيه لا ايش الفكرة العامة لوش and if only يعني لاحظ الفكرة العامة لهذه القاعدة هي ان ننفي الجملة المثبتة ونثبت الجملة المنفية يعني اذا كانت affirmative عند التحويل بيخليها negative واذا كانت negative عند التحويل بيخليها ايش affirmative تمام اذا هاي الفكرة العامة طيب بعدين شو نحول الافعال لهو الزمان كما في الجدول التالي يعني لاحظ كيف حسن في عنا انا عامل قسم لك الموضوع عشان اسهل عليك يعني اذا بدكاش تفهم فهم احفظت امورك تمام عجميع الجهات اول اشي قواعد التحويل لكل شق من الجملة لاحظ لك كل شق يعني انا حط لك تحويل شق if وتحويل شق ايش اللي هو would have او could have او might have زي ما بعطيناها be careful يعني هؤلاء هذول الثلاث احتمالات واردة في التحويل واردة جدا ها تمام اول اشي نبال الشق if لاحظوا الموضوع بسيط من الازمنة ليش يستاذ انا اصلا لانه بتكلم لاحظ في البداية حق تلكو past and real مدام الزمن ماضي معناته هو بيجيك في الماضي بدك تحوله لايش يعني بده يجيك ماضي يعني المقصود ان انا بستخدمه في الماضي معناته رح يجيك الزمن ماضي بدك تحوله للماضي بس فيش فيها الا هيك تمام ما في مثلا زي قاعة وش present لل past simple past simple لل past perfect لا احنا مناخد الثانية من past simple لل past perfect اذا هاي هي كل فكرة اذا في شق if التحويل من الماضي البسيط للماضي التام تمام لاحظ كيف احنا حكينا الفكرة عامة مثبت نفي نفي مثبت يعني اذا كان عندي verb 2 بنحولها hadn't زائد verb 3 hadn't زائد verb 3 طيب واذا كان عندي didn't زائد verb 1 base اللي هي النفي من ايش من الماضي البسيط بنحولها ايش هاد زائد verb 3 هاي كل فكرة ها بس اي تحويل تحويل شق if انت راح تحول شقين في قاعدة if close type 3 فبي كارفول اذا الشق الاول اللي هو شق if كيف بحاوله كم مرة اذا كان عندي verb 2 بحاول لايش هادين زائد verb 3 ليش لان هاي مثبت صارت نفي هاي كل فكرة هولا لانها نفي بده تصير مثبتة هاي شفتوا كيف ديدين زائد verb 1 base اذا كان عندي تحاول لايش هاد زائد verb 3 طيب منروح اسعى الشق الاخر اللي هو شق تحويل شق ايش would have could have او might have حسن ما بعطيني السؤال طيب اذا كان عندي verb 2 بدي يحول لايش لاحظ بدي انفي مش هيك بده تصير would have عفوا اللي هي لانها verb 2 مثبتة بده تصير نفي بده تصير wouldn't have او couldn't have او might not have زائد verb 3 اذا الستركتشر نفس ما احنا اخذنا بس بدك بدك يعني كيف احكي لكم انه اذا كان مثبت تنفي واذا كان نفي بتثبته بس هاي كل فكرة اذا كان عندي did n زائد verb 1 base بده تخليه مثبت يعني بده تصير would have او could have او might have زائد verb 3 حسن ما بعطيني السؤال تمام طيب استاذ انا طب هو احيانا بيجي السؤال مبهم شو اعتمد اه دائما اذا ما الزمك السؤال خذ قاعدة اذا ما الزمك السؤال هي would have زائد verb 3 اذا ما الزمك دائما ايش would have زائد verb 3 طبعا هو النفس العملية wouldn't have زائد verb 3 اذا ما الزمك طيب اذا نلاحظ رح يجيك شقين الشقين شو ما لهم عاي زمن رح يجيك على الزمن الماضي البسيط الماضي البسيط منتعامل في كل شق حسب قاعدته شق if اللي هو past perfect شق would have اللي هو would have زائد verb 3 نرجع كما نحكي انه هو مثبت نفي نفي مثبت طيب حسن بظل عنا في بعض الكلمات لازم نحولها على نفس مبدأ القاعدة الرئيسية مثلا much تحول لإيش لmore to تحول لسو وعنها very often تحول لmore often كمان مرة لاحظ رقم واحد much more رقم اثنين إذا أجي عندي to بحولها لسو رقم ثلاث إذا جي عندي very often تحول لmore often طيب هذول كلمات مستقلة يعني هذول لحال يعني بسطات شفناهم بالجملة منحولهم موجودات ومش موجودات خلص منحل اللي هو بكون التحويل على الزمن طيب هسا عنا لاحظ في عنا بعض الكلمات مهمات جدا الكتاب المنهاج والوزارة بتركز عليهم أول إشي حاب أحكيه عنا wasn't or weren't able to wasn't or weren't able to التحويل إذا كانت في شق if أي ولاحظ wasn't or weren't able to إذا أجت في شق if أنا بتعامل مع إيش لاحظ بتعامل مع الwasn't والweren't إنها verb to مشيك هي أصلا verb to حكينا الverb to إيش يحول للباس perfect هاي شو بدأ تصير هاد وبين نضع هاد من ضمن الستركتشر والتصريف الثالث من wasn't أو weren't إيش هو بين ليش خليناها مثبتة لأنها نفي شفتوا كيف able to بعدين إيش بضع verb on base وبكمل هذا التحويل إذا كانت وين في شق if بينما إذا كانت هي نفسها wasn't أو weren't وين التحويل إذا كانت في شق الثاني شق would شق إيش would اللي هو الثاني طيب شو بعمل لاحظ رقم خمسة هاي مهم جدا أكتب عليها مهم جدا تطرقت لها يعني لأن الوزارة تطرقت لها موضوع اللي هي رقم خمسة هاي إجابة wasn't و weren't able to وين في شق الثاني تبع would طيب لإش تحول عندي تحويلين إما تحكي could have زائد verb ثري تلقائيا يعني طلع بنحذفها بنحكي could have زائد verb ثري أو بتحكي could لاحظ أنا حاط بين قوسين طبعا could بعدين شو بنعمل لاحظ نضع have طيب بعدين شو بعمل بضع الverb ثري مش إحنا حكينا could have زائد verb ثري نضع could have والverb ثري من وزنت أو ورنت إش هو بين بضع بكمل able to بكمل ها verb one base إلى آخر طيب هس الصيختين صحيحات هذول الصيختين صحيحات الكتاب تطرق برضو أعطى جملتين كل جملة على حل من واحدة هذه يعني كل جملة حلها بطريقة معينة نفسها دول يعني جملة حلها على بطريقة ولكن شو الأصحي أستاذ يعني لاحظ هذه الصيغة صحيحة ولكن الأولى أفضل يعني الصيغة الأولى لاحظ اللي هي could have z verb ثري أقوى لأنه هون بنحكي إحنا عن القدرة مدام قدرة خلص بيستخدم could have z verb ثري طيب ليش أستاذ لاحظ أنا أحط لك هون في could بين قسين ب اللي هي could بين قسين ليش لأنه أحيانا بجوز نحكي would would have been able to شفتوا عليك إذن هون لا تستغرب أنا أحط لك ها بين قسين لأنه برضو بصير أني أحكي would have been able to أنا ما بدأ توسع في القاعدة أنت كطالب توجيه مطلوب معك شغلة وحدة أنا بفضل خلص رح تشوف خلال شرحي أنا ما اعتمد الصيغة الأقوى إيش هي could have زائد verb 3 يعني بشطب كل هاي بحط could have لاحظ خلص wasn't able to بتحكي لك أنا استطاعة قدرة شو اللي بنستخدم مع الاستطاعة القدرة اللي هي could فإنت تحكي could have والverb 3 اللي هو اللي بيكون بعد هون able to تحول لverb 3 وميكمل تمام طيب حسا لاحظ طب لو أجت التحويل في كانت إيش شق would أيضا طب لو أجتك could هي نفسها لو أجت بدل wasn't أو weren't able to أجت could مو ثنتين على الاستطاعة لإيش منحولهم نفس المبدأ could have زائد verb 3 إذن عنا could زي مت شايفين could أو couldn't محنا حكينا نفي إذا كانت نفي بثبت تمام وإذا كانت مثبتة بنفي هاي كل الفكرة تمام فهون نفس المبدأ نفس المبدأ هون ليش حكينا could have لإنها هون نفي طب لو كانت هون مثبتة هون بدك تنفي بتصير could طيب برجع كمان مرة بحكي هون التحويل في شق إيش خاص خمس وستة في شق ود الثاني مع إيش wasn't weren't able to في حال لو كان عندك couldn't أو wasn't أو weren't able to ثنتين ثنتين نفس المعنى تدلع إيش القدرة الاستطاعة عشان هيك بيكون تحويلهم نفس الإشي نفس الإشي يعني لا تلتخم فبكون تحويلهم لإيش could have زائد إيش verb ثري طب لو جاب لي مثلا could مثبتة بدي أنفي بتصير إيش couldn't have زائد verb ثري وهون نفس المبدأ تمام إذن هون أنا راح أعتمد في الشريح اللي هي الصيغة الأقوى اللي هي could have زائد verb ثري أتمنى أنك لا تلخبط ما بين شق if مع wasn't weren't able to وبين شق would الآخر حكينا شق if past perfect يعني دك تضع had وبحول wasn't و weren't لإيش للverb ثري شو بد تصير بين تصرف ثالث منهم بين بضع able إذا أجت في شق would الآخر اللي هو would have زائد verb ثري يعني wasn't weren't able to هي نفس بمعنى couldn't قدرة استطاعة بدنا نحولهم لنفس الإشي إيش هو اللي بنحول نفس الاستطاعة للقدرة تدل على القدرة اللي هي could have ونضع إيش الفيرب ثري يعني هاي بنحذفها ونحكي could have والفعل بعدها بحول إيش لفيرب ثري هاي كل فكرة تمام بدك تحل على هاي الصيغة برضو صحيحة 100% بس ولكن أنا ما بفضلها ما بفضلها كطالب توجيه أنا ما بفضلها تمام هون نفس المبدأ إذا أجت كود بديت خليها كود هاي كل فكرة طيب هون أنا حاط أنه ملاحظة نلاحظ في هذه حالات الثلاث الشاذ من الأفعال رقم أربعة وخمس وستة نحل أضع مبدأ قاعد الرئيسي اللي هي إيش نفي مثبت مثبت نفي هاي بس للتذكير لإيش للتذكير لأنه هون برضو لو جابوا لك مثلا واز أو وير ايبل تو بدك تنفي إيش هاد شو بتصير هاد انت بين ايبل تو تمام ومنكمل بس ولكن المتعارف علي في القاعدة بتجبل لك منفية المتعارف في هذه القاعدة بتجبل لك منفية ولكن أنا رح أغطي جميع الأفكار طيب هس في سؤال التحويل رح يجبل لك جملتين إحنا اتفقنا رح يجبل لك جملتين دائما الجملة الأولى الشق الأول نعتمده شق F والشق الثاني بدنا نعتمده دائما شق ود تمام معادة لاحظ في حال وجود أداة الربط بكوز اللي هي بكوز أو لاحظ خوانها اللي هي since أو as والتي بمعنى لأن هذول اللي بيج بمعنى لأن اللي هم نفس معنى إيش بكوز وهذول اترقنا لهم وين برضو باللانجوج فانكشن موجودات طيب بكوز since و as التي بمعنى لأن يكون شق F يعني فقط في حال بكوز يكون شق F هو الذي بعدها الشق الثاني لاحظ يعني الترتيب اختلف مع بكوز أنا بروح وين بكون شق F دبلش فيه دبلش فيه لهو الشق الثاني اللي بعد بكوز والشق الأول الذي قبلها يكون شق would have يكون إيش شق would have إذن دائما دائما انت أخذها الملخص يعني دائما في البداية الشق الأول هو شق إيش بكون شق F والشق الثاني بكون شق would have معادة بوجود أداة الربط because إذا شفت أداة الربط because معناته بتشتحكي لك شق F أنا بكون بعدي وشق would have بكون قبلي عكست الترتيب أنا تمام هاي كل الفكرة بظل عنا هسا في ملاحظاتها عند الحال على سؤال التحويل أنا هاي وضع هاي المعطيات أنا حاطت لك هايها عشان أي ثغرة خلص منكون إيش حلناها أول إشي في حال وجود أي أداة ربط في الجملة تحذف عند الحل يعني كان عندي because ولا غير ها so خصوصا so رح تشوف so كذا so كذا طيب شو بعمل فيهم هذول هذول ما إلهم مكان ما إلهم مكان لأنه أنا لما أحكي type 3 if you close type 3 اللي هي F subject اللي هي هات زاد برب 3 كومة ما يبلش subject كذا فما عنا إشي اسمه أداة ربط ليش لأنه في عنا كومة وقلنا أقول كومة أساسية تمام فإحنا أول شيء نحكي فيه إنه في حال وجود أي أداة ربط في الجملة شمالها تحذف عند الحل بتطيرها طيب بعدين دائما نحول باستخدام would يعني دائما إنت لا تحكي الأستاذ طب أنا بإيش بدي حل would ولا could ولا might دائما شو بنا نعتمد الأساسية إيش هي would لاحظ ما لم يلزمنا السؤال باستخدام كل من could و might حسب المطلوب بين الأقواس حسب مطلوب بين الأقواس إذا أعطاك إياها بين الأقواس معتوا بيحكي لك أنا بديك تستخدم هاي تمام إذا دائما شو بنستخدم بنحول باستخدام would ما لم يلزمنا السؤال باستخدام إيش كل من could و might حسب مطلوب بين الأقواس بظهر رقم ثلاث مهمة جدا هنا هاي كثير في طلاب للأسف وقعوا فيها حسا هم إحنا على نظام جديد توقع إنه ما في يعطيكيها بين الأقواس ما بيحكي لك يا بيجي بيحكي لك إنه خلص أنك تحول دائما باستخدام would لأنه ما ألزمك أو إنه بلزمك بطريقة ذكية إيش هي يا أستاذ تذكر في حال وجود أحد الأفعال الشاذة في شق would رقم خمسة وستة إيش هم هذول يا أستاذ رقم خمسة وستة عشان أذكرك wasn't weren't able to أو couldn't أو could لاحظ بأي شق بشق would هنا بلزمك بطريقة ضمنية لاحظ هنا بطريقة ضمنية هو ألزمك شو بكون الحل لأنه هذول الثنتين wasn't weren't able to أو couldn't لاحظ هي تعبر عن إيش تعبر عن قدرة تعبر عن قدرة وإحنا حكينا مع القدرة شو منستخدم could have فإذن إجباري بكون الحل إيش على could have فبي كارفول إذن رقم خمسة وستة رقم خمسة وستة برجع كمان مرة بحكي تذكر في حال وجود أحلى أفعال الشاذة في شق would رقم إيش خمسة وستة في شق would رقم خمسة وستة يكون التحويل إجباري باستخدام could وليس would بكارفول تمام نتطرق هسا للأمثلة مثلا Peter ignored comma so كذا إلى آخره طيب كيف بدي أعرف أنا كيف بدي أعرف يا أستاذ إنه هاي الجملة لاحظ بيجملك يعني جملة عادية مكونة من إيش شقين كيف بدي أعرف إنه هاي على type 3 تحويل على type 3 أول شي بوجود F لاحظ أول شي بوجود F ثاني إشي لاحظ شو بعطيك verb 2 verb 2 ماضي بسيط ماضي بسيط بهاي الحالة F بقول لك ماضي بسيط ماضي بسيط يعني بقول لك حول لي إياها على F close type 3 معاهاته ما في مجال إنه مثلا نرتبك أو إنه ما بنعرف تمام هسا خلال الشريح رح أتطرق لبعض الأفكار كمان إنه مثلا بيجي يقول لي طالب أستاذ طب هو أصلا أنت حكيت إنه في الباس بيرفكت فيه سؤال تحويل بتكون الجملة verb 2 verb 2 كيف بدي أعرف طب هسا أميز آه أنا بأجب أحكي لك هناك بيكون فيه دليل للماضي ماضي التام إذن في قاعدة الماضي التام إحنا حكينا تمام الماضي التام فيه سؤال تحويل فيه كيف هم بيكون مكون نفس تكوينة لاحظ نفس تكوينة اللي هي السؤال هون جملتين ماضي بسيط ماضي بسيط ولكن هناك بيحكي لك and then إيش أدى بتربط and then طب بتكاش تعتمد كلمة and then هناك بإيش ببلش لك إياها بأحد دلائل الماضي التام هنا نفس المبدأ إيش ببلش لك إياها بif مدام if فيش غيرها ماضي بسيط ماضي بسيط وif هي لاحظ لأنه إحنا حكينا من verb 2 مش إحنا منحول من verb 2 للهادزة verb 3 نفس ما أخذناها في جدول التحويل إنه ما في غيرها بيحكي لك اللي هو حوليها على type 3 طعم إذن عرفنا كيف verb 2 verb 2 if خلص بكون إيش type 3 حكينا دائما دائما بكون الشق الأول شق if الشق الثاني شق would have تمام شق إيش would have إلا في حالة because because بكون العكس طعم لكن نحل هي بس تحويل الأزمنة وإذا ورد معنا بعض الكلمات اللي حكينا إنه لازم نحولها بننزل بيتر عندي verb 2 ال verb 2 شو حكينا في شق if لاحظ إيش شو حول شق if يحول لهذا زق verb 3 مش هيك بس لأنه مثبت بصير نفيف بتصير حدينت زاد verb 3 لوسي نضع كومة وياك تنسى الكومة طعم لاحظ عندي أداة رابط so كثير راح تشوفوها so طيب شو مال إيش حكينا أي أداة رابط تحذف عند التحوي المل هاج دخل يعني مننزل شي طيب أنا عندي لاحظ شو عندي هون got طيب ماشي هسا الشق هذا شو بدي حوله would have زاد verb 3 لاحظ بين الأقواس بيقولك استخدم لي would not ليش أعطاني would not لأنها مثبتة بدك تنفي لأنها مثبتة بدك تنفي فهون معطيك هيها فهون نضع إيش wouldn't have والverb 3 من got نفسها got ومنكمل الجملة هيكل الفكرة مرح البعدي هان سالي didn't know إلى آخر كما سو كذا طيب أول إشي مننزل شق الأول منبلش شق إف سالي لأنه عندنا في شو بدو تصير مثبت طيب بدو تصير had لأنه هاي 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 زا verb 3 had والverb 3 منه non منكمل here teacher's name كما نحذف السوم ننزل شي لاحظ هنا بدو إياها إيش could ألزمك بين الأقواس بcould طيب شو بده تصير مدام ألزمني في could دحط could have could have حكينا هاي دائما would have could have might have هاي بتكون وحدة واحدة طيب شو بعمل بحول الفرب زي ما شايفين one اللي هون بحول الفرب 3 sent وبكمل الجملة مروع البعديها I didn't get up early سو إلى آخره طيب الشق الأول شو بده يكون شق إف بننزل I لأنها نفي شو بده تصير مثبت فبتصير had لاحظ had والverb 3 من get got up early كما لاحظ إيش بده يانا إجباري نستخدم might طيب نستخدم might لأنه هون نفي بده تصير مثبته فهو نفسه وأصلا بين الأقواس بعطيكيها جازة نك تحطها وتكمل طيب بحكي لك هون might have لأنها وحدة واحدة بعدين إيش بحول الفعل الverb 1 لverb 3 شو بده يصير arrived ومنكمل طيب وروع البعديها بده يلاحظ might not طيب ماشي سامي إلى آخره نكطة جملة أخرى خلص نفس المبدأ إنه هذا الشق إيش إف وهذا الشق would have أو نفس ما ألزمنا لهو might not have إلى آخره سامي لاحظ لأنها مثبة من ننفي شو بده تصير hadn't والverb 3 من fell fallen off منكمل كما بعدين نضع إيش اللي هي طيب عندي هون لاحظ لأنها مثبة بدي أن فيه فهو معطي إياها might not تضع have والverb 3 من broke شو بده تصير broken ومنكمل مره البعديها I didn't have إلى آخره سو كذا طيب لاحظ الشق الأول شق F نضع ال I لأنه هنا فيه شو بده تصير مثبة يعني had والverb 3 من have had be careful يعني كمان مرة نضع ال had اللي هي من ضمن ال structure والverb 3 من have هو had فبتصير if I had had than necessary مثلا ingredients إلى آخره كومة نحذف أداة الربط لا تنسوها نحذفها ملهج دخل نضع I طيب ماشي لاحظ هون مش محدد لك يعني خلص إنه بدك تحل أنت من تلقاء نفسك هي كاسة عن نمط الوزارة جديد بدك تحل أنت من تلقاء نفسك أنت من ذلك لحالك تحدد شو عندي بدك تجد تذكر عندي wasn't able to آه بتجد تذكر أستاذ هاي من الأفعال الشاذة إذا أجد في شقود بكون بلزمني بطريقة ضمنية شو بلزمك بلزمك في could إيش بلزمك إذن هون بلزمك في حل بإيش بكود فنضع could have لأنها وحدة واحدة والverb 3 من make بدك تصير إيش made ومنكمل طيب بروح هون نلاحظ بقول لك علي مثلا was sad and unhappy because he didn't get the job طيب بدي أجحل F عندي verb 2 verb 2 معناته F شو بيحكي لك يعني اللي هي F close طيب 3 طيب بذكرك because وين بكون شق F بكون بعدها واللي قابلها بكون شق إيش would have ف be careful تنسى مع اللي هي بوجود الأداة ربط because طيب فمن بلش F طيب إيش بدي أبلش مدام هسا هاي الفكرة وردت معنا في السابق وبدأ رجع أذكركم فيها إنه يجب العكس ما بين الاسم والضمير العائد عليه خصوصا في حال وجود كلمة because لأنه في because هو راح هنا تلقى إيه مدام هون شق F الثاني اللي بدي أبلش فيه وإذا كان الضمير هذا يعود على الاسم وتاعه ومعاته بدي أضطر أبد للأسماء ليش لأنه لاحظ تم تأخير هنا لاحظ وتقديم ما بين الفاعل والاسم الذي يعود عليه فbe careful هاي مع إيش رح تلاقيها فقط مع because فقط مع إيش because عادة عن ذلك يكون وضع طبيعي أصلا تمام فهون لاحظ ما بصير أبلش F بعدين علي لا ما بزبط بنبلش F علي فبنبدل بين إيش الاسم وال فاعل الذي يعود عليه طيب فنضع علي طيب لاحظ هنا verb 2 نفي يعني شو ده تصير had والverb 3 من get got the job كما ولا تنسى الكما نحكي إيش بدل علي إيش بدأ تصير هي لاحظ هنا ما ألزمنا بإشي معناته شو بدأ حل would have طيب لأنها مثبتة بدأ أن في فبنط تصير wouldn't have والverb 3 من was was been ومن came sad and unhappy تمام طيب هسا بدنا نمشي على الأسئلة أول إشي سؤال خير متعدد وسؤال التحويل رح نشوفه كمان وفي سؤال آخر تصريف بس سجلوا معي اللي بحب يسجل عشان إيش نمشي على السريع شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة طيب خلينا أبلش في الأول زي ما أنتم شايفين بتجيك ضمن سؤال خير متعدد وهذا مهم جدا بتجيك جملة فيها F شو بعمل حدد بروح على الشق لاحظ مدام الفراغ في شق F وين بد أروح على الشق الثاني شو عندي wouldn't have زي برب 3 تلقائيا هو مع إنه ما في بداء لف بس قضية تحديد الطيب 2 وطيب 3 سهلة جدا وبسيطة تمام بس إياك أنك تطلق بعض ما بين الطيب 2 وطيب 3 هاي كل الفكرة تمام مدام عندي wouldn't have وبعدين فيرب 3 أنا طيب 3 معتوا شو بدي كونه الحل اللي هو باس بيرفكت هات زي فيرب 3 باج بتطلع كله نفي زي متشايفين wasn't hadn't been hadn't been hadn't طيب أول شي نفس ما حكينا إنه لا يلتقي زمنين مختلفين بنفس الجملة يعني هون مدام ماضي أي إشي مضارع احذف أي إشي خيارات مضارع احذف مثلا زي هذا الخيار بنحذفه خلص ما لوجه دخل طيب بظل عنا إيش زي متشايفين مثلا هات لحالها بتزبطش hadn't لحالها ما بتزبط لإيش verb 2 طيب wasn't verb 2 لحالها ما بتزبط هون شو بده hadn't من ضمن structure الباس بيرفك hadn't اللي هي من ضمن structure وبعني إيش والverb 3 فبكون لحال إيش hadn't been طيب روح لبعديها منيجو نتطلع أنا طبعا رح أغير لاحظ أنا مغير مرات بعطيك فراغ بشق من structure لأنه هيك الوزر رح تركز بشق يعني بكلمة واحدة بجزء واحد من هذا structure لاحظ علي نتطلع وين الفراغ في الشق الثاني باجي بتطلع في شق F شو عندي هاد زائد verb 3 ها هاد زائد verb 3 بيجي بيحكي لك أنا type 3 خلص طيب تمام يعني شو بد يكون الحل would have زائد verb 3 طيب باجي بتطلع عندي الhave وعندي verb 3 موجودات معناته بيجي بيحكي لك بس ضع ايش لاحظ ضع المودل الاول هل may ولا كان ولا could ولا will هسه لاحظ كل شي present بتك تحذفه كل شي present بتك تحذفه يعني يعني تصريف اول احذف لاحظ كيف may تحذف اول كان اول will اول شو بظل بظل عندنا could وإحنا حكينا أصلا مع هذا type في الشي اللي هو ايش نفس ما حكينا ya could ya might ya would بس هذا هو اصلا ثلاث امور المستخدمات مروحة البعدي لاحظ هون عندي if طيب هاي الجملة وين اجل الفراغ في شق اجل الفراغ في شق if طيب بروحة طلع الشق القبلي عندي might not have verb 3 اه اذا لاحظ might have verb 3 معناته type 3 شو بدكون الحل هون had زاد verb 3 لاحظ شو ما اعطيك الفراغ ما اعطيك اياه بجزء من structure يعني ما اعطيك هون لاحظ الverb 3 بظل ايش ال had بدو اياه هنا فيه حكينا اي اش present احذف دائما ايش present احذف نحذف ال haven't نحذف ايش ال hasn't بظل عنا wouldn't ولا hadn't اه تيجي تطلع باجي بذكرك لا يجوز استخدام اي models بشق f نهائيا لا بالtype 1 ولا بالtype 2 ولا بالtype 3 هذا الاشي ممنوع شق f لحال بكون فيه زمن وشق الاخر هو ال models فلا يجوز انه الربط بينهما يعني انه شق يتعدى على الاخر فاي ايشي models مدام شق f احذف شو بكون hadn't لانه اصلا ال structure بقولك hadn't والverb 3 او ال had والverb 3 طيب مروح لبعدها لاحظ هون if طيب عندي الفراغ بالشق الاخر تلقى ايها باجي بطلع شو عندي شق if hadn't verb 3 معناته شو بيقولك type 3 طيب شو بديكون ال structure would have زائد verb 3 would have زائد verb 3 طيب هاي عندنا would اللي هي wouldn't وهاي عندي ال have وين الفراغ بالverb 3 be careful تلقى ايها بتروح بتدور على الverb 3 وتضعوا اللي هو ايش gun طيب مروح لبعدها باجي بطلع if اجل الفراغ بشق if طيب ماذا جي بطلع شق الاخر بدي احدده لاحظ شو عنا عنا اختصار contraction اللي هي ال had الاختصار لو would وhave والverb 3 حكينا لو اجاك ال contraction في شق would معتوه اختصار لو would واذا اجاك بشق if معتوه اختصار لا ايش لهد تمام فبي careful فون هاي would have verb 3 معناته شو بكون الحل تلقائيا عال type 3 يعني بكون هاد زال verb 3 ايش بريزنت احذفه زي هاد طيب وهاي بريزنت احذف بظل عنا studied ولا هاد studied اكيد هاد زال verb 3 هاد studied مرال بعدها if i'd gun لاحظ الى اخره لاحظ باجي بحدد وين اجا باجي بحدد وين بشق if عندي هاي ابوستر برضو اختصار بشق if شو بيكون اختصار الاش لهاد اذا هاد قان معناته احنا في type 3 شو بديكون الحل would have زال verb 3 لاحظ شو معطيك هون معطينا verb 3 بظل ايش بدك تضع لهم دائما وحدة واحدة would have could have او might have حسب تمام باجي بطلع اي اشي اي اشي بريزنت احذفه اي اشي verb 1 احذفه لاحظ will تحذف can't تحذف طيب بظل عندي might not have ولا might not has be careful لهاي الامور احنا حكينا اصلا بعد الموديل شو بدي يجي verb 1 بيس يعني مستحيل انه يجي has مستحيل انه يجي has يعني هاد اصلا الخيار خطأ مية بالمية فشو بكون عنا might not have واذا انت مش فهم هاي الشغلة تذكر انه structure حكيت لك تمسكو بكل حدا شفيره would have could have might have يعني ما في اشي يسمو عنا has طيب تمام مروح البعديها هاي شق if طيب بكون الفراغ بالشق الثاني بنيجي نتطلع عندي they trained طيب هاي اختصر لاش لاحظ had trained طيب تمام past perfect معناته احنا في اي type type 3 شو بدي كون الحال would have زاء verb 3 هاي سبدي اياها مثلا معطيك اي موديل اخر وهم حرين منيجي نتطلع هل الحل كان اي اشي verb 1 اشطب هاي كان نشطب وين بنشطب بظل عنا would ولا could have 1 يعني would when could have 1 اه انت بتجي تنخدع لانه الاساسية احنا متعرف عليها هي would باجي بكرر وبعيد باجي يعني بتجي تحكي would have verb 3 هون لاحظ في have لا في verb 3 اصلا بعده كمان لا معناته هاي خطأ هاي لأي type type 2 بكيرفول فهون بكون ايش الخيار الصحيح هو could have زائد verb 3 طيب وروح البعدي هاي if طيب نيجي نتطلع ولاحظ عالشق الاخر شو عندي would have زائد verb 3 معناته type 3 شو بكون الحل had زائد verb 3 تلقائيا ايش present احذف بظلع هاد ولا هاد 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 هون نفس العملية زي متشايفين باجي بتطلع عشق if عندي had زائد verb 3 معناته ايش type 3 تلقائيا شو بكون الحل would have زائد verb 3 اطلع عليك من نحل هل طبعا هون في البداية ايش verb 1 احذف وله هي will طب هل الحل would have ولا would have had ولا would had had لاحظ كيف احيانا ممكن ترتبك باجي بتكرر انه structure لا تفرط فيه احنا حكينا structure هي would have package واحد هدول وحدة واحدة ما مفرط بناتهم يعني would have could have might have بعدين بيجي الverb 3 باجي بتطلع احنا حكينا would have لا طبعا ما بتزبط حكينا would have لحالها لا طبعا ما بتزبط ليش لازم يكون عنا would have ومن ثم الverb 3 الهو had فbe careful لهاي الشغلة طب ما ترسى هاي بتزبط اه لاحظ مات بتزبط اذا كان معطيني لاحظ معطيني الverb 3 من ضمن الجملة اه هون بدي افطر ما بزبط اني اكرر كمان افطر ايش احط would have اذا كان معطيني هاد من ضمن الجملة بحط ايش would have فbe careful لهاي شغلات طيب مروح البعدية هزا متشايفين نيجي نطلع would have معناته خلص شو بكون الحل اللي هو بكون ع type 3 يعني هون past perfect هاد زاد verb 3 باجي بتطلع السريع when هاد زاد verb 3 تلقائيا طبعا هاي present ما بتزبط فبكون ايش هاد زاد verb 3 هاد بين هون نفس العملية باجي بتطلع هاد هاد اللي هي هاد زاد verb 3 معناته ايش type 3 فبكون الحل ايش الشق الثاني would have زاد verb 3 هون نفس العملية شو بكون الحل هاي would have وال verb 3 يعني would have مين هون نفس الاشي بنيجي نطلع شو عندي would have زاد verb 3 يعني type 3 شو بدي كون هون الحل لاحظ بدي يكون past perfect هاد زاد verb 3 وين هاد زاد verb 3 هيا هاد نون هون نفس الاشي لاحظ عندي هاد زاد verb 3 هاد زاد invited مروح البعدي شفتوا كيف يعني الفكرة سهلة وبسيطة طرح مثلا منيجي نطلع wouldn't have verb 3 wouldn't have verb 3 معنات شو بيقول لك type 3 طيب شو بكون الحل في شق F هاد زاد verb 3 تلقائيا بالدور ع هاد زاد verb 3 تحط وبرجع بكرر اي اشي present تحذفو ما الو مكان طيب هون معنات type 3 وبكون حال would have زاد verb 3 وين would have زاد ثري هاي في البداية اللي هي would have bot طيب مروح البعديها وإياك انك تتلخبط بإذا حكالك مثلا would had bot بي كارفول يجب أن يكون would have لأنه لازم يجي بعد would اللي هي البيس من have اللي هي have طيب هو النفس العملية عندي had زاد verb 3 معنات type 3 هون شو بيكون would have من ضمنة جملة would معنات شو ظل نحط have ومن ثم ايش verb 3 إياك تتلخبط تيجي تفكروا انه شق if تحكي had مثلا verb 3 بي كارفول لها المسألة تمام فهون شو بيكون الحال ظل عنا ايش have ومن ثم ايش الverb 3 هون لاحظ نفس العملية would have زاد verb 3 معتشو دوكون هون الحال في شق if had زاد verb 3 فمندور عايش اللي had stopped هون نفس الاشي عند had زاد verb 3 معتشو دوكون حال would have زاد verb 3 فبتكون ايش would have come هون نفس الاشي عند would have زاد verb 3 would have زاد verb 3 معتشو شق if شو بدوكون had زاد verb 3 فبكون had بين مروع البعديها عندي had زاد verb 3 في شق if معتشو بتكون حال هناك شق ثاني would have زاد verb 3 فبتصير ايش would have had وإياك تطلق بات تيجي تحكي would have had مثلا بكارفول طيب نيدي نتطلع هون لاحظ الشق الثاني شو في would have زاد verb 3 معناتشو بكون الحال في شق if had زاد verb 3 فمندور على ايش اللي هي had taken هون نفس العملية عندنا لاحظ had زاد verb 3 في شق if في شق if معناتشو بكون الحال في شق الثاني would have زاد verb 3 فمندور على ايش would have had طيب هون نلاحظ شو عندنا would have زاد verb 3 معناتشو عندنا شق if بكون الحال had زاد verb 3 فبتصير ايش had saved طيب مروحس على الاسئلة الوزارية الاسئلة الوزارية شوف قديش سؤال الوزاري بسيط جدا بسيط جدا استاذ كيف بدي اميز لاحق كدك اتميز الموضوع بسيط جدا ابسط ما انت بتخيل if selma had stayed at home that day she فراغ the celebration طيب تيجي اول اشي if تيجي حدد انا على اي تايب بدي حل تيجي تطلع شق if شو عندنا had زاد verb 3 معناتشو انت على اي تايب تايب 3 معناتشو بكون الحل الشق الثاني would have زاد verb 3 طيب تمام باجي بتطلع اي اشي present احذف مدام احنا ماضي سهل لحالك اي اشي present احذفه مدام have اشطب will اشطبها بطلع عنا would miss ولا would have missed هاي كل الفكرة هون الستركتو بقول لك would have زاد verb 3 معناتشو هي would have زاد verb 3 هاي كل الفكرة وروح مثلا على الجملة البعديها طلع كيف السؤال وزاري مع احلام بحكي لك سامير have want مثلا the first prize if هي الى اخره باجي بدي اجي حدد التايب عندي شق if موجود يعني had زاد verb 3 بحكي لك انا عالتايب 3 شو بدي كون الشق هناك الاول would have زاد verb 3 طيب بدي اجي اطلع الخيارات طلع مع احلام حكينا اي اشي verb 1 هاي كو الفكرة تمام يعني لاحظ الموضوع بسيط ابسط ما انت متخيل انا كل هاي الثغرات مشيت عليها في اللي هي في امثلتي طيب نفسه تعت الوزارة يعني بقول اي شو بقول لك if i had slipped bitter الى اخره وتكملت الجملة بدي اجي او شي احدد التايب بطلع شق if لانه موجود had زاد verb 3 معاناته type 3 شو بديكون الحل الشق الثاني would have زائل verb 3 طيب باج بطلع لاحظ معطينا الverb 3 من ضمن من ضمن الجملة معاته شو ظل would have طيب اي اشي present احذفه عنا كان احذفها اللي هي verb 1 وعنا ما يحذفها بظل عنا could have ولا could have بده بدل would نستخدم could طيب شو بيجي بعديها دائما اللي بيجي هدول دائما واحدة واحدة حكينا would have could have might have اذا شو بيكون الحل would have لاحظ قديش الموضوع بسيط هنا لاحظ نفس العملية بيجي بحكي لك الفرغة بشق F ما تبارو بدارو عالشق الثاني لاحظ شو عندي would have زائد verb 3 would have verb 3 معاناته type 3 شو بيكون الحل بشق F had زائد verb 3 تلقائيا اي اشي present احذفه have والهاز احذفهم بظل عنا had given ولا gave verb 2 اكيد بكون الحل ايش هاد زائد verb 3 طيب مروع البعديها لاحظ هون if they الاخره بيقول لك هون الشق الثاني مش دور انك تفهم الجملة الاخره بس حدد الستركتر باجي بتطلع بشق F زي ما بتشايفين عندي had زائد verb 3 had told had زائد verb 3 معاناته type 3 شو بيكون الحل للشق الثاني would have زائد verb 3 لاحظ كيف هون شدقوا لهم اياها يعني نوعا ما انه بدربكوهم انت ما اليك اليك في البداية would have زائد verb 3 هذا اللي امسك فيه طيب اي اشي present ريح حالك واحذفه يعني have بلشت احذف will احذف بظل عنا would be able ولا might have been able شو اللي بدنا اياه هون اللي هي would have زائد verb 3 بس بدل would بديها might زي ما شايفين might اجاب عديها have اجاب عديها verb 3 اذا هاي هي الخيار الصحيح لاحظون شو اجاب عديها شو اجاب عديها verb 1 piece معاناته مش هي هاي عد type 2 هاي بنسبة للاسئلة الوزارية موضوع بسيط جدا اه غطيت انا كل افكار اللي هي علاقة في خيار متعدد حاس الموضوع اللي هو سؤال التصريف مثل هيك ما رح يجبو لكي على الاغلب بس ولكن هي انا بوضحهم هذه الاسئلة للتمرين عشان تتمرن انه بشق اف زي ما شايفين شق اف شو بديو يجي هاد زائد verb 3 والشق الاخر would have زائد verb 3 تمام فما رح اطرق له هاي موجود امامكم عشان تتدرب عليه ها رح هسا نروح لسؤال التحويل رح نطرق لسؤال التحويل لاحظ عشان نميز انه الحل على سؤال تحويل في type 3 انه حط لك ملاحظة نلاحظ انه ميز ان الحل عقادة اداة الشرط الثالثة في سؤال تحويل اولا بوجود كلمة F لازم يبلش لك سؤال وزاري بايش F ولاحظ وان يكون كل الشقين في الجملة على الزمن الماضي البسيط verto verto اذا رح يكون عندك شقين verto verto عشان اميز في البداية لازم ايش يكون في عندي كلمة F طيب خلينا نشوف بيجي بحكي لك سامي الى اخره نقطة او بيقول لك اداة ربط جملة اخرى verto verto شو بلشت جملة بدو اياها لاحظ بدو اياها بلشها بF معناته انا على type 3 تلقائيا هيك عرفت طيب حكينا دائما بنعتمد الشق الاول اللي هو F والشق الثاني would نفس ما اتفقنا باستثناء وجود ايش حكينا اداة الرابط بكوز بكون العكس ترتيب بكون ايش عكسه طيب لاحظ هيك في البداية منبلش سامي مننزلها عندنا verto وش بدو تصير هاد في شق F ايش هو هاد زائد verbo 3 لانها متبادلة ان ننفي بتصير هادينت زائد verbo 3 يعني هادينت هايم الستركتر والverbo 3 من هاد هي نفسها هاد بي كارفول تمام الverbo 3 من هاد هي نفسها هاد بتكمل ادوكتورز مثلا ابويتمان كوما ولا تنسى الكوما رح تحاسب عليها نضع هي هذا الشق الثاني لاحظ في حال لم يلزمنا السؤال شو حكينا دائما منعتمد نعتمد وود طيب لانها مثبتة مثبتة بدأت تنفي بتصير ودنت هاد والverbo 3 من got هي نفسها got ومنكمل هاي كل الفكرة بروع البعديها i wasn't hungry so الى اخره طيب باجي بتطلع عندي f طيب مدام هيك الشق الاول شو بدكون شق اللي هو f كالعادة بنجي نحكي i لانها هاي verb لاحظ نفي verb 2 نفي شو بدأتصير مثبته فبتصير had والverbo 3 من wasn't شو هي اللي هي been had been hungry كوما حكينا اي اداة رابط شو منعمل فيها نحذفها نزل i هنا لاحظ ما الزمنا السؤال شو منستخدم دائما would طيب لان هنا فيه موثبت تصير would have مع بعض هذول دائما والverbo 3 من اية شو هي اية ومنكمل الجملة وروع البعضها the accident happened مثلا because الى اخره لاحظون شو عنا عندي because في حالة because بدك توقف ليش تيجي تطلع حكينا احنا شق if في حال جود because وين بكون بكون بعد ايش بعد because والشق الاول بكون هو شق ايش would have فلاحظ كيف نحل if نضع ايش subject لانو حكينا اي ادت ربط تحذف طيب if the road عنا ايش هنا مثبت شو بتصير نفيه فبتصير hadn't والverbo 3 من was been hadn't been i see كما طيب بنحكي the accident لاحظ مثبت شو بتصير نفيه هون شق ايش شق ود يعني صر wouldn't have والverbo 3 هو نفسه هابنت ونقطة وراء البعديها لاحظ هاي مهمة جدا i was able to buy الى اخره because كذا لاحظ كيف بنحلها لاحظ كيف بدنا نحلها حكينا اويش شق ايفون بيكون بعد because طيب مننزل هاي علي طيب مثبت بدتصير نفي hadn't لنت هي نفسها verb 3 me the money شو نضع كما طيب لاحظ شو عندي هون لاحظ هاي شق ايش شق would طيب في البعض بيجي يحكي استاذ خلص would have كمل لا تنسى عنا افعال شاذة وانا حذرت منهم بيكون هذا سؤال مجبرك اجباري بشكل ضمني بيقول لك was able to او wasn't able to معناته شو في حل عنا اشي اسمه باستخدام could وليس would فهون لانها مثبت شو بدتصير بدتصيرنا في couldn't have ونضع الverb 3 اللي هي شو بدتصير boat ومنكمل فبي كارفول هون لاحظ عنا because طيب نيجي نطلع اف ومدكون شق اف بعد because نيجي نحكي اي طيب عندي نفيه بدتصير مثبت يعني had اللي هي من ضمن structure والverb 3 من have had money كوما نيجي نطلع شق would لاحظ لانها نفيه بتصير مثبت i would have نحكي would have والverb 3 من get got ومنكمل هي اتاكسي نقطة لاحظ انه الفكرة بسيطة جدا طيب نروح البعدي عنا سوزان wasn't able to do the work by herself كوما so i held her اذا لاحظ مدم ما عنا because الشق الاول هاد شو شق ايش شق اف طيب تمام والشق الثاني شق would معناته be careful باج بدي احس سلاحظ احول شغلي شغلي بننزل سوزان ها طبعا هاد زاد verbi 3 شق ايش هو pass perfect طيب عندي wasn't able to اه بتتذكر انا عطيتك اياها قلتلك هاي اذا اجت بشق اف انا عندي ايش اسمه هاد زاد verbi 3 اول اش لان هنا في بدي حط الهاد مثبت هاي هاد طيب عنا الverbi 3 ايش هو الverbi 3 اه قلنا من wasn't لاحظ هاي لا تحول لك لانها مش شق would هاد لا تحول لك be careful نلتزم في الزمن هون زمن عندي فبحول الwasn't لايش لبين هي الverbi 3 منها ايش الwas بين نضع able to بكمل نفس ما هي اذا نلاحظ شو عملنا wasn't able to تحول هاد been able to طيب الشق الثاني لانه ما الزمنا في اشي نستخدم ايش would طبعا لانها مثبت صرنا في i wouldn't have هاي الجملة we didn't الى اخر because لاحظ في عندي because مدام because وين بكون شق if بكون شق if بعدها طيب تمام نزل الwe عندي لانها في بشو بقى تصير مثبت نضع الهاد الاولى اللي هي من ضمن structure والتصريف الثالث لاحظ انا مركز عن موضوع اللي هو الver to have عشان لا ترتبك عندي have تحول ايش تصرف ثلاث منها had فبتصير if we had had money وكما لا تنساها طيب مروح عشق الاول هو ايش بكون شق would حكينا لكم ما الزماك ما في اش من هاي يعني خلص دائما would نضع would have would have ليش لانه هنا في بدأ تصير ايش would have مثبته والverbe ثري من شو بدأ تصير gone out ولاحظ شو عندي عندي very often لاحظ بتذكر في كلمات انا عطتك اياها منهم very often لإيش تحول تحول لmore often يعني بغير very لعيش لmore طيب ندقل بعدها عمر wasn't الاخر so كده طيب باجي بتطلع لانه ما في خلص because بكون عالترتيب مشيين شق ايف مننزله هاي عمر طيب لاحظ wasn't ما دام wasn't virt طيب نفي شو بدأ تصير بصير مثبت لاحظ had والتصرف ثالث منواز شو بين منكمل الشق كوما عادة رابط تحذف مننزل هي هون شق ايش would have لانه لاحظ نفي بصير مثبت وهي would have ونضع الverb three لاحظ الverb three من have شو had لاحظ عندي much self confidence تذكر انا ما عطيك much لايش لازم نحولها منحولها الى more طيب مروع البعديها لاحظ عندي جملتين خلاص ما ناتوا على الترتيب ننزل كريم شو ما عندي was لاحظ مثبت دصر نفي هذا الشق ايش اللي هو past perfect يعني hadn't والverb three من was بين منكمل الشق كوما لا تنسلكم اضررية مننزل هون هي لاحظ لانه مثبت نصر نفي يعني بصر هايش wouldn't have wouldn't have والverb three من shouted هي نفسها shouted ومنكمل طيب روح البعديها my father الى اخر طيب معناتوا على الترتيب نيجي نحكي my father مننزلها verb two هون past perfect مثبت بصر نفي hadn't والverb three من هي انا ايش عندي هون could ايو تيجي تتذكر انه could اللي هي في شق would have تمام اللي هي نفس مبدأ was able to الثنتين حلهم ايش بد يكون هون بكون الحل اجباري على ايش could have زائد verb three سواء بcould او was able to هون لانها مثبتة بدت تكون نفي فبتصير couldn't have couldn't have والverb three من buy شو هي bought ومنكمل مروع البعديها خالد الى اخره طيب عندي شقين معاتوا ايش على الترتيب منمشي لاحظ كيف بننزل خالد عندي ايش هون lost verb two مثبت بدصر نفي hadn't والverb three من lost هي نفسها lost ومنكمل كما بعدين شو بنعمل لاحظ بننزل اله شق ايش هذ would have لانه مثبت صر هون لاحظ كل اغلبيته نفس الفكرة عكل حال يعني هون هاي خلص شقين طيب ما في because معاتوا على الترتيب صار as friends طيب نفي بدتصير مثبت يعني had زاد verb three اللي هي non بدتصير non منكمل كما هون منزل they لاحظ هون لانها نفي شو بدتصير مثبت شق would have نضع would have والverb three من help help ومنكمل الجملة هون لاحظ استبلش هاي اسئلة هاي كان يجيبوها في السابق انه يلزمك بعطيك بين قسين اشي الزام انا بحب النوع ممكن تجيب لك بالامتحان ايضا انه يلزمك تمام ع نفس الفكرة والمبدأ طيب لاحظوا مثال عندي because معناته هاي شق if بعدها be careful طيب نيجي نطلع هاي عندي مثبت بصير نفي فبتصير hadn't والverb three lived هي نفسها so far away كما نضع الشق الاول وي لاحظ شو بده اياها نحلع ايش might واصلا بعطيك اياها ضمن التحويل جاهزة يعني سواء من النفي والمثبت لانها نفي بده تصير مثبت هي نفسها might have والverb three visited you ولاحظ شو عندي off مروع البعديها بده اياها بايش اب could طيب تمام لاحظ سعيد الى اخر so كذا معناته هاي عالوضع الطبيعي نفس الترتيب نزل سعيد لاحظ سعيد لاحظ ver two مثبت بصير ايش نفي hadn't والverb three منها هي نفسها بتكمل نضع حكينا اي اداة ربط تحذف مننزل هي اه لاحظ شو عندك هو احنا انا معطيك could بين قسين زي ما انت شايف تمام بين قسين اللي هو نفس اسئلة الكتاب احنا من ناقش اسئلة الكتاب انه خلاص معطينا ولكن اذا ما اعطانا could هو اصلا الزمنا ضمنيا السؤال الزمنا ضمنيا ليش استاذ عنا wasn't able to ايوة في شق ايش في شق would have معنى شو بيقول لك انا بدي اياها could have اجباري طيب فهون لاحظ لانها نفي شو بدأ تصير مثبت could have والverb ثري من take taken ومن كمل طيب مروا على البعد اياها لاحظ هون نجا نحكي i had الى اخر and معناته خلص شو بيكون هنا ضمن الترتيب اللي احنا متعارف عليه ننزل لاحظ هون verb مثبت يعني بدأ تصير ايش نفي يعني تصير hadn't زائد verb ثري بننزل i لاحظ hadn't من ضمن structure ولاحظ الverb ثري من هاد هي نفسه هاد منكمل كما حكينا اي ادات ربط تحذى في and بنحذفها منزل i لانه هون لاحظ نفي شو بدأ تصير مثبت هون ألزمنا بايش بدو might منحط might have والverb ثري من do done ومنكمل الجملة كما هي مرأة البعدي ها you had مثلا a brightly colored t-shirt on نقطة that's how i noticed الاخر طيب لاحظ كيف معطينا جملتين في نقطة بناتهم طيب تمام يعني عد ترتيب بس لاحظ معطينا هون زي أداة ربط that's how that's تحذف لازم نحذف that's how be careful لأنها اداة ربط طيب شو منعمل منبلش هون مثلا صرنا فيه منزل you بتصير hadn't منظم structure والتصريف الثالث لاحظ مركزين على vert وهذا تصريف الثالث من هاد هو نفسه هاد إياك تتلخبط بتكمل كما الشق بعدين شو مبلش معند subject لأن that's وتعتبر إيش أداة لهي أداة ربط يعني تحذف نضع I شو بدو يعني نحلع إيش might not إجباري طيب بين القوسين نلتزم بين الأقواس نضع might not have والverb 3 من noticed هي نفسه noticed ومنكمل ونروع البعديها لاحظة سنبلش بالأسئلة الوزرية اللي جابوها بيقولك سليم left إلى آخر كذا إلى آخر طيب شو بدو في كود ألزمنا طيب نجي نتطلع منبلش سليم النزل وعننا هون مثبت صر نفي شق F نفي لهو past perfect يعني هزا الفيرب 3 انفي hadn't والفيرب 3 منها هي نفسها طيب هز والت إلى آخر كومة عندي أي أداة ربط تحذف طيب نزل هي شو عندي هون كود ولو ما أعطانا كود أصلا ملزمنا بشكل ضمني السؤال الزم بشكل ضمني لاحظ أنا محب أركز عاي الشغلات إنه wasn't able to في شق ود معا شو بقول لك حلي لياها كود هاف إجباري فبتكون أيش كود هاف والفيرب 3 من بارش ومنكمل طيب مروح البعدي إياه I studied really hard إلى آخر not كل هاي أسألة وزارية لاحظ الموضوع بسيط جدا نيجي تلقائيا على الترتيب معتاد نيجي نحكي I طيب لأنها مثبتة شو بدأ تصير نفي يعني hadn't والفيرب 3 من studied هي نفسها studied وبتكمل really hard إلى آخر كما طيب بعد شو ما أعمل بديها بمعا صح ننزل هنا هاي I نضع might not have ليش saved وبتكمل مرال بعدها سامي didn't apply immediately إلى آخر طيب لاحظ كيف بدأ عندي so خلص الترتيب كالعادي أول إشي if بعدين would طيب نيجي نحكي هون سامي طيب هون لأنها نفي شو ده صير مثبت يعني had والفيرب 3 من apply ايش هي applied وبتكمل كما نحذف أداة الرابط so مننزل هاي شو بده هون الزام نحل لاحظ بدأ ايانا في could تضع could have could have لأنه دائما هذول وحدة واحدة والفيرب 3 من get ايش هي got وبتكمل طيب وروع البعديها عنا مروان worked إلى آخر he got top marks طيب شو بده إياها بإيش نستخدمها be might not might not طيب كيف بدنا نحل مدام نقطة إلى آخر وما في because خلاص عد الترتيب معتاد نزل مروان عند مدام مثبت شو بده تصير بده تصير نفي يعني hadn't والفيرب 3 من وقت هي نفسها وقت وبنكمل الجملة بعدين بضع الكومة والكومة ضررية برجع بأكد عليها طيب نزل اله لاحظ شو بده إياها بإيش might not لأنها مثبت أصلا بعطيك إياها جاهز في المتحان الوزاري الأخير طيب شو جابوا لهم ما ألزمهم بين أقواس فبي كارفول بدك تطلع على الجملة نفس ممشينا يعني لاحظ بتجي تقرأ الجملة هاي verb 2 وهاي verb 2 تمام وعندي F خلاص تلقائيا على أي تايب بدو إياها حلعة تايب 3 طيب تمام باجي بتطلع مدام عندي سو في الشي because عندي في الجملة F هون شق ودهاف طيب تمام منبلش عندي مدام هنا مدام عندنا فيه بدي أثبت يعني IF I نضع had مثبت والverb 3 منه non وبتكمل تضع الكومة طيب حكينا أداة الرابط شو بنعيب فيها بنحذفها مننزل I لاحظ شو معطينا wasn't able to أيوة تيجي تطلع على wasn't able to تيجي تحكي استاذ هاي منظوم الأفعال الشيدي شمالها هاي إلزامي ضمنيا اللي بتلزمني ضمنيا إني أستخدم إيش could وليس would be careful إذا هون شو بنستخدم بنستخدم could have لاحظ والverb 3 من contact لكونتاكتد ومنكمل ونضع نقطة إذن هاي لاحظ كيف الأسئلة الوزرية بتجيك بشكل بسيط إذا إحنا فهمنا الفكرة بتظلك تحل الأسئلة بدون أي خطأ أنا اللي هون إن شاء الله يتعلق بهذه القاعدة اللي هي F-Closed Type 3 بعد هالشرح يعني زيان بيحكوها ما في شرح آخر بتمنى لكم التوفيق أي سؤال بعتولي وإن شاء الله موفقين ويعطيكم ألف عافية